سلام الله عليكم حبيباتي مرحبا بكم في مطبخ أم غالم السيد عليكم بالخير إن شاء الله سكونوا كامل بخير كما كنت تشوفوا البنات اليوم سنحضر معكم طلبية هذه الطلبية البنات أنا يا بناسبة للعيد إن شاء الله يتواهينا بالصحة و هنا أنا جاتني طلبية حلويات بغيت نشاركها معاكم باش تستفادوا أم من طول تدوا الوصفات إيا حبيتوا تديروهم في هذا العيد ولا في أي مناسبة أنا لابنت قبل لنبدأ لكم الفيديو هنا اللي دخلت القناتي عائلة أول مرة ما تنساش تدير جامعة الفيديو تضغط على زل الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد مرحبا بكم يا أغلى ناس الوصفة عنها اليوم هي هليلات بفخص الكوكاو ولا كي لقلهم قميرات بالكوكاو هاد الوصفة اللي تبعوني مليح وتبعوا لزاستيس اللي نعطيه لكم بتنشحوا فيها إن شاء الله بإذن الله الوصفة ناجحة مئة بمئة وتقطعكم كمية لابس بها بالنسبة للبنات أنا بالنسبة للكيلة اللي غادي نعبر بها لنهاليوم هي هادي الوزن متاحة مئتين وخمسين غرام هنا تتقدروا توزنوا بأي كيلة تكون عادتكم أسوأ كاس ولا شعب ولا أي كيلة لكن تختلف هنا هي الوصفة غير في البيضة إذا كنت قدرتوا كيلة شوية صغيرة بعض كاس البيضة لازم تكون شوية صغيرة كمان هذه البيضة اللي درتها اليوم الوزن متاحة 80 غرام ثم تقدرواها 30 غرام ولا 25 غرام إذا دلتوا كيلة صغيرة ولكن هذا كيلة اللي غادي نخدمها لكم اليوم تكون حبتها على البيض كبيرة دون المقادير على براكة الله هم يمكن أن نبدو التحضير بالنسبة للمقادير هنا أنا أنا عبرت بهذه الكيلة الغرفية تحريرة ثم المقادير اللي عادي نعطيه لكم الكيلة اللي تعبروا بها لازم تكملوا بها جميع المكونات اللي غادي يقول لكم اليوم بس كنا هنا البنس كما كتشوفوا راني ديارة هنا في كيلة لوحة أخرين ولكن نعبر تغيب نفس الكيلة اللي يريدها لكم دركة هنا عندي كيلة كما كتشوفوا فيها هذه تغافية تعزبدة دايبة هنا جاتني 250 غرام تعزبدة كيلة تعزبدة دايبة نصف كيلة تعزيد ربوح كيلة تحليب نصف كيلة تعمى زينة عندي هنا نصف كيلة تعزبدة غلاس مغروف كبيرة تعزبدة حبة تعبايد وزن تاحا 80 غرام تكون للي حبة كبيرة نسب ملعقة صغيرة تعالي فيوغ شيميك خميرة الحلوة هنا نسب ملعقة والفعل هنا هنا لبنات حسب ما تلمنا العجينة هنا تدخلكم حوالي خمس كيلة تمشي مع عمرين يكونوا مهودين شوية تعفارينا ولكن هنا يعلى حسب النوية تعفارينا بتكون عندكم هنا تلموا غير بالعقل حتى تلم لكم العجينة وتولي عجينة طارية بالنسبة لفخص اللي نخدموا بها هذه الحلوة عنها اليوم انا لبنات ما كدبش عليكم هذي الطالة بيجتني كمية كبيرة خدمت النصف تاحا وبقالي النصف غدي نخدمها اليوم معاكم بهذه المقطة اللي تتهلكم اليومه بقاتلي الحشو انتع هذه الحلوة بقالي عليها ما خدمتش ولكن لبنات انا نعطيكم من العبار هنا الكيلة اللي عبرت بها هذا ديروا كيلة تحكو كو مقلي مليح ومطحون وديدوا معاها اه كيلة تحلوة الطرق او الشامية كالي ولا الشامية تفتوها نمليح بالأصابيح تحكم مع الكوكو وديروا شوية تعالى فاني ولا عطر اللوز اللي نحل وتلموها بالكونفيتور تعلمش ماشي حتى تتولي لكم على شكل عجينة هايا ترية مجيش طالقة جارية لازم تتكون في اليد يطنقوا لاعلن بها كويرات او لا يمكن ان تتشمل بها اي هاج مهم تطلقو كوكو مقلي مضيح وحرك في اليوم عاود لكم هنا كيلة تحكم مقلي مطحون كيلة تحلوة الطرق تطلقوها بوضع المشمش وحرك او العدر اللوز الملى فخص دعنا اخلوها تريح ونعاوض انو اصل لالجينة الثاني هنا لدينا نصف كيلة تحكم الغذي لاشيجر لاشيجر لازم حبة البيض والفانيو وقلصة الملح هنا لدينا كيلة زبدة نخلق جميع السوائل مع بعض هنا نخدم غير بيت سبحوني على التصوير نفرغ المغروف هذا الزبدة نضيف الزيت نضيف الحليب نضيف جميع السوائل مع بعض تبقى غير الفارينة والميزينة والليفور اللي نغرب له مع بعض لنسمح العجينة لنجب الجميع الطعام لنخلق السوائل السودات فهم الميت لنقلم الجميع لنظيف تعرف الشعق لننارك هذا هو القوام بتاعها وجهت تطريع وشابة متل سقش في اليد هنا نحكموا ميزين هنا انا اعطيكم حتلاس جيس نصيحة هنا بالنسبة لبنات المبتدئات والله اللي حابين يخدموا مشروح الحلويات هنا باش تنجح لكم الحلويات تاعكم وتجيكم الوصفة ناجحة وتخرجوا في حساب واحد كمان بنات هذه الكمية اللي لديتها لكم اليومة تقطع لي 52 حبة ولكن بشرط لبنات مشيكي نقولكم 52 حبة وبعد تديروا هذه الحلوات وتخرج لكم قل ولا اكثر تقول لكم ما تنجح الوصفة ناجحة البنات هنا 52 حبة اولا على الهجان تم قولوا على حساب الكيلة اللي خدمت بها ثانيا لبنات انا هنا دائما نخدم بالميزين هنا تعلموا لبنات تخدموا بالميزين ميزين ضروري في المنزل هنا البنات نزموا الحبة على العجينة هنا الوزن تحتها 25 غرام خاتش لا تنسوش بلي فيها لانتفخنها في الفور باش تجينا الحبة تضغطها وتجينا ضريفة وشابة لازم نوزنوهم انا هنا لبنات نوزنوا العجينة لا تقولوا انها عيني ميزاني ولا لازم تديروا عبر واحد باش يخرجكم الوزن نشعلوا هنا الميزين نوزنوا العجينة هنا ان شاء الله تكون الصورة واضحة نضيفها نضيفها 25 غرام نضيفها نضيفها 25 غرام شوفوا اللبنات هنا كوالات 25 غرام نوزن العجينة كاملة حتى 25 غرام ونوزنونا فخص اللبنات لفخص هنا تكون 8 غرامات حتى 10 غرامات هنا نوزنونا فخص نضيفها بحكم بلاتو وش ندروا فيه اللبنات ندروا فيه نوزنو كامل العجينة ندروا في بلاتو نعودو نوزن هاي ثمان غرامات نعودو نوزنو لفخص نضيفها في بلاتو نضيفها نضيفها لنضيفها لان اخذنا خدمة منظمة ونضيفها او بلد نخفوة الارواحنا تجينا خدمة سهلة من نوزخه من نوزخه من نوزخه لنضيفها هنا نضيفها نقوم بوزن العجينة او نعود نوزن لفخص ونتلاقوه باش نشكل الحبه هنا بعدما شكلت اكملت الكويرات كمانا ازنت الى 25 غرام و ازنت الى 8 غرامات و ازنت الى 10 غرامات و انا ازنت الى 10 غرامات كما تحبه انا افضحي لدي سينية و انا كما رأيتهم اريدتها شوية تحفيرينها باستحق لنحسق بشكله و نحكمع العجينة اضعها في الفلون اضعها بالكفتة على اليد اضعها على شكل بودع اضعها في الواسط اضعها من الطابق يقف الطابق يقف الطابق اضعها للرق في الواسط يقف الطابق ندوروا الحبة تعنا في الحكم البلاء اللي يكون تسبق و تكوين في الفارينة نحطوا الحبة تعنا هنا في السنيوة و نقذبوا بلاح تاع قرعة إفري نحطوا هنا في الواسط في هذه الطريقة و نبدأ و نزايروا منها بشكل الحبة تكون متساوية مع أختها هنا لبنات الدرجة للحرارة تعرفون هنا كل واحدة و نوعية حاولك أن هنا ندلها 150 دراجة تقضي الدرجة إلى 200 دراجة و تشلو لها من فوق و تخلوها بحثات طبيعات شوية من فوق و متح تشوفوها حمارة نحوها و نتلقى مباشر و نريكم كيفاش نزاينوها مع بعضا هنا بالنسبة للتزيين و ايش عدنا البنات هنا عدنا كمية من مرب المشمش هنا مقدار ما نقدرش نقولها لكم بس كو على حسب الكمية اللي كدينتها الحلوة هنا عينكم ميزانكم لستنسية الاندلت هنا كمية لكم فيتور المشمش و نزيد معها حوالي ملعقتين لتأكل حلوة توقف التذهب و نزيد معها مظهر هنا حوالي زجب غارب تأكل و نخلط الخالطة هنا و نحتوي لي كومي الخام بهذه الطريقة و نريد شكل سائل في هذا القوام و نحكم هنا opto لبنات هنا بعد까�و من قبل اظم و نستطيع المزيدين بو بس كو كو كوجل Sakura 1 و نتحن هذا من هذا الطريقة و نقوم بمشمش و نحن لبنات في الطاقة بصدر الوقت و نرى الشكل كيفاش نف collecting نعود أن نفوتها على فوق الكوكوو نغمس الحبات على فوق الكوكوو نسو بودرها قليلاس من فوق ونزين خطوط بشوكولة شوكولة أنا هنا يدوبتها في ميكوهونز معها شوية تعمى لن تبسيش خشقون تديروا شوكولة ديراكتون وحدها تبقى الخطوط تاكيد فتوا يطردون لكم لازم تضيفها شوية حليب وليش فيها كما قلت لكم من بناتنا هنا هنه 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 نكمل حلوة نصور غير بيد واحدة نضيفها هنا نضيفها في الواجهة بها الخالط نعود نفوتها في الكوكو مضلي ومطحون نسو بودرها في سوكرا جلاس ونضيفها خطوط بالشوكولة هنا سوف نكمل الزين تاكيد نتلقى بعد بشاهد لكم شكرا لكم في صحن التقديم كما قلت تشوفوا الحلوة تانها اليوم هنا بعد ما زينتها بالخالط اللي قد لكم عليه ودرت لها الكوكو من فوق سو بودرها في سوكرا جلاس وزينتها بالشوكولة هنا تزين اختياري شوفوا لبنات كيف هجا المنظر تحمي شاء الله تقطع لكم كمية لبس بها منحاف المناسبات منحاف الاعياد منحاف الحشايم بتقلعوا بها حشايم بكم لا تحشمكم اش لا في البنة ولا في المنظر ولا في الكونتيتي ان شاء الله لبنات تعجبكم و تأكلوها بس احاول هنا و تجربوها و تنشحوا فيها هنا لبنات نكسم لكم حبة شوفوا كيفا جت من تحت جت ما شاء الله حمرا الحبة جت تفتت بدو في الفم انا هنا غضي نكسم لكم حبة كي ما كتشوفو هاي نكسم لكم حبة شوفوا في الواسط الافخص تحتها ان شاء الله يكون التصوير باين هاوه خرجت الدوف في الفم لبنات واحد اللي يقوم عندي ما نقول لكم ان شاء الله هي لبنات تجربوها و تردو لي اخبروا في التعليقات تحتكم اذا كما بقال عندكم لبنات هالله في رواحكم بالنسبة لبنات الساعة اللي رام يساقصوني على الساعة بتاع الحلويات نوعاتكم ان شاء الله بإذن الله نديلكم فيديو نخص سهلكم المشروع كيفاش تبدو فيه و نوريكم قاعد يبخي و نقولكم كيفاش تحسبو الحلوة تهكم لبنات انا هنا مطووش عليكم دقوا وقالا نقولكم لعشبتها الوصفة عنها اليوم ما تنساش تدير جمع الفيديو وتضغط على زل اشتراك تعالى في رواحكم لبنات لقاشرة في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته